اشتركوا في القناة القصة اللي هي في قرية قضاء جنين اسمها بوركين بعيدة عننا من المحل ما انا ساكن تقريبا 150 كيلو منطقة عنا منحكي لها في اخوانا الشمال منطقة جنين طبعا مواطن اسمه محمد حمدان اللي هو الاخ ابو خالد بربي غنم في براقص مغلق اللي هو غنم اللي بكلولو عنا النعاج او البيوب طبعا الكسة صارت عندو انو مات له خروف وما عرف السبب ليش مات طبعا احنا بشهر واحد شهر برد وشهر صبات للأفاعي فما كانش شكوك انو موجود أفاعي لكن ابو خالد امركب كاميرات مراقبة عندو في براقص الاغنام زي ما انتو شايفين طبعا هم كانوا على اتصال معي مستمر ولما رجعوا للقاميرات اول شغلة تبين بالقاميرات انو في افعى في داخل البراقص طبعا الكاميرات مش وضحات كثير لكن بينت الافعى ونوع الافعى انا بالنسبة الي يعارفوا اللي هي افعى فلسطين طبعا هان الافعى قامت بمطاردة فار هسا بفرجيكم ويا طبعا الشباب تعبوهم متابعوا زي ما انتو شايفين هون فيه من كل الزينكو هان فيه فتحة تحت الزينكو هاي مرك هرب الفار وبيانات الافعى كبعدلكم ايا كمان مرة طبعا كمان مرة هسا بعدلكم ايا راكزوا كي هاي هان الشاب الغنم هان هاي فتحة الزينكو شايفينها عشان الكاميرات عندو بس مش واضحات هاي هان فيه فتحة هاي هبتمشي لهون هالكيت من الفتحة هان هالكيت بمرو كفار بتقوم هي بتنقبض عليه الفار بيشوفها وبهرب بركزه كيف هالكيت من هون ركزوا هاي من هون ركزوا بالزبط هالكيت بمرو كفار هاي نقط الفار هاي طلعت الحية هاي هاي الحية شايفين الحية حاولت تمسك الفار هاي رأس الحية هون كفز هاي الحية والفار عرب. أفعى فلسطين بتحب الجورذان كثير ومختصة في مطاردة الجورذان. وإحنا تنسوش بشهر برد شهر واحد. الكسة بلشت من واحد واحد في جوه هذا البراكس بتاع الأغنام. المهم. زي ما شفتوا كيف. هاي كمان مرة ركزوا. هكيت بنط الفار. هاي كفز هاي نكفزت الحي. مية بالمية. بالضبط. مية بالمية بيان واضح. لكن هذا من عندهم التصوير الكاميرات يبدو انه مش من الوضحات. مية بالمية. كنت لما شافوا هاي الحية طبعا ارتفع عدد الخرفان لثلاثة اللي ماتوا الغريب بالموضوع انه اثناء متابعتهم للكمرات الحية راكبة فوق النعجة يعني الحية طال عفوك الخروف وكاعدة عفوك الخروف وكارستو كمان شوفوا كيف كارستو وموجودة فوق الخروف وبينات على الكمرات يبدو انها طال عفوك الخروف وبتمتص حرارة جسم الخروف لانه الحية من دوات الدم البارد والدنيا برد قد ما بده يكون البركس عندهم دافي لكن بكون برد يعني مش بنشاط مش وقت نشاط افعى فلسطين بالذات لكن هي بتكتسب الحرارة من وين من جسم الخروف هكيت فرجيكم كيف الحية كانت فوق الخروف طبعا الخروف اللي كانت الحية راكبة فوقه على ظهر الخروف كرستو نفس الخروف مات اللي الحية موجودة فوقه افعى فلسطين السامة طبعا ركزو هاي كدش بقدر انا بورجيكم وين الحية واضحة هاي شفتو كيف الخروف زي الكفاز يبدو انه لدغته عدة مرات والافعى موجودة اهانا هاي الافعى هاي الافعى هاي نازل من هون هاي هاي لاحظة شواي هس بورجيكم اياها وراها هاي الخروف لف طبعا الخروف تعرب للدغ كتبرد بيجي هاي هاي رجاع ثواني ثواني هاي عود تخل بين القنام لانه أنا هيك وصني يعني هاي الافعى هاي الافعى هاي الافعى هاي رجاع هاي الافعى هاي الخروف او هي انثى انثى خروف تتكسش خروف خارت التفتوى ليه شايفها اياه هاي الحاية هاي الحاية لحلا شوي شايفين كيف الغنمة بواضحة مش طبيعية خرقك هون بتخابر خرقك هاي خرقك هاي الحاية هاي الغنمية وكعات شفتو كيف المية حس فلس Ka هاي احص وقعت أصدق ايوه قرب أخر شوائي هل سنتكى ألف 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 ليجد عصية مش السهنة كسيش اللي كنتنبعي لها سنتكى اغلتت فتوى لي شايفك يا ساطلا هل سنتكى حوارا خليكم تنبع بس لها بس لتكى الجنب الحي هي موجودة هنا الحي لونها على بني أركط ليحها فعى فلسطين معروف في شريرها هاي الحي هاي شايفين هذه الأفعى لكن مش واضح كثير كانت على ظهر الغنمة وكرستها وضلت راكب على فوق الغنمة وكأنه الأفعى كادي بتخيل على إحصان المهم هكيت الموضوع انه كيف منها نحل الكسة؟ كيف بدى أحللهم الكسة؟ الكسة إنه بدنا إياش حل كيف هاي الأفعى بيتخلصوا منها لأنه عندهم أغنام من الأنواع المليحة ما شاء الله فحرام يخسروا أكثر كمان غنم إنه جاب اللي هو بوب كات اللي بجرافة صغيرة قام بجرف كل البركس بالكامل طبعا البركس فيه شكوك تعرفوا كيف بكون أرضيته طراب مش بطون فيه شكوك كبيرة بتكون بين الصور وبين الأرض وبالنص فهاي الشكوك بتفوت في الأرض والفران بتفوت فيها والحياية كمان بتفوت فيها وصعب إنه نعطر أو نطول الأفعى فاللي صار إنه خليتهم يجرفوا البركس كله يعني يكيموا اللي نطفوا اللي بحكولوا الزبل والهاي وصبوا كل الثقوب وكل الفتحات في البطون وبعدها الأفعى ما بيّنت أنا امتبع معهم إذا بيّنت أنا راح نزلكم فيديو عنها راح نشوفها على القمرات لأنه زردت بيّنت راح يصير فيه كمان خسائر للخرفان طبعا الحي هدفها مش الخرفان هدفها تيجي على الفئران لكن هاي أفعى سامة والغريب فيها إنها أفعى يعني عارفة إنه فيش عليها خطر وعارفة إنه الخرفان هاي إنها مش يعني إنسان معلما إنه إذا دخل إنسان بتختفي فطلعت عند الخروف وطلعت على الخروف ومش خايفة ورغم ذلك لدغت الخروف لأنه متحرك وضلت متعربشة على الخروف حتى مات الخروف والأفعى كانت على الخروف بعدين نزلت وراحت وطبعوا الكامرات التانيات لكن الكامرات مش كلهم ببينوا وين راحت الأفعى بالظبط هاي من الكصاص فعلا الغريبة إني أشوف أفعى بتطلع فوق نعجة وبتضلها عفوقها وبتقرصها وبتكتسب كمان منها إيش حرارة وبتعطيها طاقة إنها الحية تتكمل وإنها تهضم اللي بلعته لأنه في القرد الحافع إذا بتبلع ما بتهضم بتتقيأ أو بتموت فعشان هيك هي بتكتسب الحرارة من جسم الغنم وحرارة الغنم ونفس الغنم لأنه البراكس مغلق جيدة وإن شاء الله إنه ما بترجع إلى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر